اختتم المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط الذي أقيم برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ومثل سمو الأمير نائب وزير شؤون الدوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك أمثل سيدي حضر صاحب السمو في حفل توزيع جوائز معرض الحادي عشر المقام من قبل الناد العلمي وبرعاية سامية من حضرة صاحب السمو الأمير للمقترعين شاهدنا اليوم تنوع الاختراعات وكذلك جميلا نرى كمية الدول المختلفة التي فازت بهذه الجوائز وكانت فعليات المعرض الذي نظمه الناد العلمي قد انطلقت الأحد الماضي لقد عزز الناد العلمي الكويتي من خلال المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط روح التعاون المشترك بين قطاعات الدولة كافة ومن وزارات ومؤسسات حكومية وعلى رأسها مجلس الوزراء بوزاراته العديدة وغرفة التجارة وصناعة الكويت وجمعيات النفع العام الرديفة والمجتمع المدني الحي وفي مقدمتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي خلال السنوات الماضية ثلاثة والنتيجة للدور الفعال الذي قام به الناد العلمي من غرس روح التطوع في المجتمع وإشراكه في الفعاليات والأنشطة ونظرا لوضوح أهدافه ورسالة الناد العلمي الكويتي أولت المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالاختراع والابتكار ذقتها الكبيرة بالنادي العلمي بعد أن تابعت فعاليات وبرامج وأنشطته المتعددة وعمل النادي على توثيق هذه العلاقات وتوطي دوجه التعاون مع هذه المنظمات ومنها المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايكو وعلى هامش الحفل الختامي كانت هناك وقفة للقبس الإلكتروني مع عدد من المخترعين الذين تحدثوا عن اختراعاتهم التي شاركوا فيها بالمعرض الحمد لله ما أخفي عليك كانت المنافسة جدا قوية هذا المعرض الدولي في الشرق الأوسط يعني مخترعين العالم من بداية المعرض كانت في منافسة قوية الاختراعات جدا ممتازة والله سبحانه وتعالى كتب علينا الحمد لله الفوز حققنا أربع ميداليات ثلاثة ذهبية ووحدة فضية اثنين منهم مع مرتبة الشرف وخذينا جائزة سيدي سمو الأمير صباح الأحمد الصباح خذينا جائزتين اللي هي الحين تنعد الأولى على العالم في هذا المعرض واهدي هذا الفوز الحمد لله طبعا حك سيدي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد ومعادي رئيس مدلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر والشعب القطري كافة طبعا السيد طلال الخرافي أشكره على هذا التنظيم وعلى هذا الاستضافة المميزة يعني صدقا تفوق مستوى العالم من تنظيم من اختيارها للاختراعات والمشاركين يعني احنا أنا أول مرة أشارك وتفاجأت أنه بالمستوى العالمي اللي وصلنا فيه وأنا طبعا لا شكر خاص لأستاذ طلال الخرافي على هذا الانجاز الكبير شاركنا اليوم بمفاك يحتوي على أجميع مفاكات سلاسية ويعمل بتلقائية تامة الحمد لله حقنا على عديد من الجوائز منها جائزة جنيفة ومنها جائزة ميدالية ذهبية وكذلك جائزة خاصة من رومانيا المهتمة بدراسات العليا والأبحاث الحمد لله فرصة جميلة جميلة جدا وتبالي الخبرات رائعة وفرصة عمر الصراحة فرصة عمر والله ما شاء الله عليهم من نالي العلمي وأيضا دول مكتب مجلس الدول الخليج ما قصروا أبدا معنا وساعدونا في أي شيء وكل شيء